كان وزير الرياضة السويسري أولي مورر أول من وقع على معاهدة جديدة لمنع التلاعب بنتائج المباريات الرياضية والكشف عنها ومعاقبتها تم ذلك خلال تجمع لوزراء الرياضة الأوروبيين في بلدة ماغليغن السويسرية الوثيقة تحمل اسم معاهدة ماغليغن تقديرا لسنوات من العمل التحضيري الذي أنجزه الجانب السويسري حاليا يعد التلاعب بنتائج المباريات أحد أكبر المشاكل في المجال الرياضي ويحدث ذلك عندما تقام لعبة حددت نتيجتها مسبقا بدفع الرهان غالبا الفساد في المجال الرياضي عموما قضية رئيسية بالنسبة لسويسرا التي تحتضن 65 منظمة رياضية دولية أعتقد أن هذا هو أول التزام دولي للتعاون على مكافحة التلاعب بنتائج المباريات الرياضية ومن هذا المنظور تعد المعاهدة مرحلة هامة استارق الوصول إليها وقتا طويلا وأعتقد أننا قمنا بالخطوة الرئيسية الأولى يلزم الاتفاق الدول المواقعة باستحداث عقوبات فعالة وتسهيل التعاون القضائي عبر الحدود وتوفير المبادئ التوجيهية لوكالات المرهانات الرياضية ولكن المشكلة تكمن في توقع 15 فقط من أصل الوزراء السبعة والأربعين الحاضرين أصبحت المراهانات نشاطا تجاريا يعتمد عليه الكثيرون وقد يكون من الصعب محاربتها بسبب رغبتهم في الحفاظ على مصالحهم المالية ولكن نأمل أن يدرك أن هذا الأسلوب ليس جيدا لممارسة الأعمال التجارية على المدى الطويل الدول المواقعة تحتاج الآن لتصديق برلماناتها على المعاهدة التي لن تدخل حيزة تنفيذ ما لم تصادق عليها خمسة بلدان على الأقل شكرا للمشاهدة